تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهدة لمحاربة آفة تعاطي المخدرات والترويج لها في التقرير التالي نستعرض آخر إنجازات المختبر الجنائي وجهوده في اكتشاف أنواع من المخدرات المصنعة لا سيما مع نقله لمقره الجديد في ضاحية مغيدر بالشارقة هذا المختبر المجهز وفقا على المواصفات العالمية قد يعتقد البعض أنه سر النجاح الوحيد لكن في الحقيقة أن السر يكمن في كوادره البشرية المؤهلة فعند دخولنا لهذا المبنى نجد جهودا مبذولة تديرها كوادر وطنية شعارها الاحترافية والتدقيق والتقص سواء فيما يخص الجرائم الجنائية أو مواكبة المستجدات في عالم المخدرات كإنجازها المضاف لرصيد القيادة العامة لشرطة الشارقة وهو إدراج أربعة أنواع من المواد المخدرة المصنعة السبايس إلى جدول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي الاكتشاف الأخير وهو الاكتشاف أربع أنواع من القنبيات المصنعة لله الحمد المختبر لجناب شطة الشارقة هو الذقان باكتشافها وإدراجها في جدول المخدرات القنبيات هذه هي التعتبر من المواد المخدرة المصنعة التي لا توجد في الطبيعة بشكل عام مثل الحشيش أو المرقوانة وغيرها تعطي هذه القنبيات المصنعة أو السبايس بما يعرف بالسبايس نفس الشعور من الهلوسة لكنها مضارها أكبر لأنها عملية لأنها عملية مصنعة ولا توجد في الطبيعة وبهذا الاكتشاف يكون مختبر شرطة الشارقة أول مختبر جنائي بالدولة يتمكن من التعرف على ماهيتها ووسائل تصنيعها التي يستخدمها المروجون وهي جهود تحسب للعاملين في هذا المختبر اكتشاف تم للأمانة لثلاث أمور الحمد لله كانت لها دور كبير في عملية الاكتشاف هذه الأنواع الدور الأول وجود الكوادر المواطنة والخبراء المتواجدين في قسم المختبر والمساعدين الخبراء والفنيين التي يتمتعون بمقدر عالي من المعرفة والعلم والاطلاع كان لها دور كبير في هذا الإنجاز ثانيا يمكن أن يساعدنا في هذا الإنجاز وجود الأجهزة والمعدات الحديثة لدائما نحن حريصين على أن نستقطب هذه الأجهزة لقسم المختبر الجنائي بحيث نتماشى مع ما يحدث في هذا العالم من هذا التطور في هذه الأجهزة وجود هذه الكوادر وجود هذه الأجهزة يبدو في عنصر الثالث وهو الاطلاع المستمر على ما يحدث في العالم في هذا المجال سواء من البحوث سواء من الأوراق العمل التي تطرح سواء من طرق التصنيع المختلفة التي يقوم فيها المروجين والمصنعون هذه الأمور الثلاثة الحمد لله مكنتنا نحن كقسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة من الوصول إلى ما هي هذه الأربع عنواع من القنبيات المختبر الجنائي التابع للإدارة العامة للعمليات الشرطية يؤكد يوما بعد يوم نجاح القيادة العامة لشرطة الشارقة في مواكبة المتغيرات والتعامل مع المستجدات ليصب ذلك في خدمة المجتمع وحفظه من الآفات وحمايته من الجرائم ترجمة نانسي قنقر